انطلقت حملة لدعم تشريعات الامن القومي الخاصة بمنطقة هونغ كونغ بين 24 وحتى 31 من مايو هذلك في العديد من المناطق في هونغ كونغ حيث شارك مواطن هونغ كونغ بنشاط للتعبير عن دعمهم لتشريعات الامن القومي الخاصة بمنطقة هونغ كونغ في العام الماضي او نحو ذلك كانت اعمال العنف خطيرة للغاية ان تمزير تشريعات الامن القومي لهونغ كونغ يمنعه من القيام بها مجددا انا وايد جدا تشريعات الامن القومي لهونغ كونغ لانني اعتقد ان هونغ كونغ اصبحت عمح الفوضى كثيرا وهذا ليس طبيعيا انا وايد تشريعات الامن القومي لهونغ كونغ وادامها بشكل كامل لا يمكن اعادة هونغ كونغ الى بيئاتها المعيشية الامنة والهادئة الا من خلال تطبيق هذه التشريعات